بسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحد امين نختم سلسلة مع المسيح صلابت بموضوع الظلم والاضطهاد ما نقدرش ننكر ان في جانب من الصليب كله ظلم ظلم فاحش لانه افترى تهم بطالة مؤامرات خبيثة اتفاق قوى الشر ان كانوا الرومان ولا اليهود خبس ودهاء شهود زور كل انواع الظلم مجتمعة في احداث الصليب ومش حتى عاوزين يطلعوا بحكم يعني بسيط ده هو حكم بيلاطس بالجلد فهم ما وفقوش على الحكم تعارفين كده المسيح اتحكم عليه حكمين وده خطأ روماني في القانون اتحكم عليه بالجلد لمحاولة ارضاء اليهود وخلاص وحكم الجلد ده حكم نهائي يعني عاوز اقول حكم كبير فلما اتجلد وخرجوا كده بيشر دموا قدامهم عشان بس يسكتهم صرخوا وقالوا ايه اصلبوا فطبعا هو بقى في مأزق اصلب ملككم طب ما عملش حاجة فضلوا يعلوا يعلوا الصوت وهنا دخل البعد السياسي بقى الموضوع مش قانون بقى ابتدوا ابتدوا يقولوا كلام سياسي ليس لنا ملك الا قيصر يعني لو سبتوا وبيقول انه ملك هنقول لقيصر انك مسايب واحد بيتحدى في ملكه فانت ايه يعني شوف انت موقفك بكرة هيمشي ازاي فقال ايه غسى الايده غسى الايده طبعا دي حركة خيبة يعني لانه مين اللي هيبرقك كيف تتبرق وانت قاضي بتاخد حكم باطل مرتين حكم بجلد انسان بريء وحكم باعدام نفس هذا الانسان فالظلم صعب محدش يقدر يقلل ان الظلم ده بكل درجاته صعب لما واحد يتظلم في شغله بس بيحس بمرارة انه اشتغل وما خدش حقه وان في واحد تاني بياخد حاجة مش حقه بتغيص لما واحد يتهم تهمة مش مظبوطة بتوجه عالبه لانه بيبقى عاوز يصرخ يا جماعة انا مظلوم ده كذب ده غش وساعات محدش يسمعه وتقول قوية اصوتهم يعني ايه ساعات خدوهم بالصوت فاللي صوته اعلى هو اللي يمشي الظلم موجود في التربية الظلم موجود في الصداقات الظلم موجود في الجواز الظلم موجود في الاشغال والظلم موجود اكثر ما يمكن في المسيحية بمعنى ايه نحن حكم علينا بالظلم المسيح قال ليس عبد افضل من سيده ان كانوا قد اضطهدوني سيضطهدونكم يعني خليكم مستعدين للظلم ما تستغربوش لان من الحاجات اللي بتلخبطنا قوي لما نتظلم وكأنها حاجة غريبة قوي لا هي مش غريبة مفروض تبقى متوقع كده كمسيح مفروض تبقى عارف كده ان العالم ده مش بتاعك الدنيا دي مش اعدالك ومش بتاعتك العالم ده رايح كله الى جهنم خليهم ياخدوا اليومين بتاعهم اذا كنت متعلق بالسما السما كلها حق ولو ما خدتش حقك على الارض تاخدوا في السما لكن تعالوا ندرس كده يعني ايه اتظلم مع المسيح ازاي استحمل ازاي ماشي فكرة مع المسيح صلبت في لحظات ظلم او التهاطم تعالوا نشوف بعض اشكال الظلم اللي كتبت في الكتاب المقدس يقول في عبرانين عشرة بولس كان بيتكلم بعد ما عد على كذا سجن يقول لانكم رسيتم لقيودي طبعا بولس ما فيش مرة تسجن الا مظلوم لان الراجل لا بتاع فتن ولا بيبيع مخدرات هو بيبشر بالمسيح فالمفروض ده ما يحكمش على حد بسجن وقابلتم سلب اموالكم بفرح النهاردة الكلام ده موجود في بلادنا كتير سلب الاموال ظلما ده موجود بدرجات كتيرة جدا من اول واحد يرفدوا من شغله بدون مكافأة ده ظلم ده سلب اموال لواحد يقلله مرتبه سلب اموال لواحد يحط ايده على ارض مش بتاعته لواحد يسرق حق اخوه كل ده سلب اموال وساعات تعلي صوتك محدش يسمحك هتروح فان اذا كانت الدنيا كلها كده فهنا الاجدادنا عاشوا الكلام ده فبوليس بيشجعهم يقول لهم قابلتم سلب اموالكم بفرح شوفوا العظمة بتاعت اجدادنا سلب الاموال مش سهل لان انت طبعا بتفتكر قد اتعبت في القرش ومحوشه لولادك كلمات العادية فبيجي واحد كده في لحظات بطريقة غير عادلة ياخد كل ده بتضغاص ما نقدرش ننكر ان ده فعلا بيجرح بس شوفوا التعبير عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات يبقى لان تحتمل ان تصلب مظلوما مع المسيح لو عينك ما جابتش السم لو مخك ما فكرش ان ايه الفلوس دي تتحولت على السم زي في واحد النهاردة بيبقى نفسه يحاول فلوسه بره لا بصه بره جوه مش فرقة انما الشطارة اللي اعرف يحاول فلوسه فوق لا تكنزه على الارض اكنزه في السم التحويل على فوق له طريقتين طريقة العطاء بسخاء وطريقة الظلم يعني ايه لما تدي بسخاء كل اللي بتعمله ده بيتحوش في السماء ومضروب بقى ضلار في السماء عالي جدا يعني فتاخد ايه ضعف مية ضعف او بالعكس لما تظلم وتقبل الظلم تتسرق وتقول اشكرك يا رب الرب اعطى الرب اخس لو قبل تسال باموالك بفرح عالما ان لك مالا افضل في السماوات يبقى بربه عليك تحوش لك فعلا نوع تاني من الظلم يقول الذين تشتتوا من جراء الضيق تهجير الاقباط وهي مؤامرة لازم نعترف بكده وبدأت بشكل مباشر وغير مباشر لان في كتير مفزوعين فبيهجروا وفي كتير تحت ضغط مباشر بيهجروا ده برضو موجود في الانجيل تشتتوا من جراء الضيق يعني ايه تشتت بسبب الضغط و لو واحد مش لقي شغل هيأكل عياله منين هيدور ايه روح ايه حطه هيعمل ايه مش وراه ولاده اذا ده شكل اخر من اشكال الظلم انك تضطر تسيب بلدك ومجتمعك وناسك واهلك مضطر عشان تكمل حياتك احساس صعب لا شك ده ظلم واضطهاد وعند ربنا له يعني مرضوط كبير انما زي ما حكالنا التاريخ حتى ده بسمح من ربنا بيبقى خير للكنيسة ولولاد الكنيسة شكل اخر من الظلم في كلمات المسيح توبى لكم اذا عيروكم مجرد يطلع في الميديا من يشتمنا كمسيحيين ويعيرنا الحقيقة ده ظلم ظلم ليه المسيح كان بيتشتم ويسكت واحنا كمان بنتشتم وبنسكت بس توباكم اذا عيروكم او طردوكم ده درجة اخرى من الظلم انك تبقى مطروض وقالوا عليكم كل كلمة شريرة ده نوع تالت من الظلم اللي هو ايه اللي انه يتبلع عليك انه يلفقو لك تهمة يلبسوك تهمة كل كلمة شريرة من اجلي لمجرد انك مسيحي كل ده بيحصل يا جماعة النهاردة الكلام ده حسه وصاد عيني كل يوم فنشكر ربنا وصلنا الى تطبيقات عملية في الموضوع ده كان نظري قبل كده شكل اخر طوبة للمطروضين من اجل البر يعني ايه انت حقاني وضميرك ما بيسمحلكش بالغش واللف والدوران لا ملكش مكان هتنطرد مش لانك مسيحي مايفرقش معانا مسيحي ولا غير مسيح بس هيفرق معانا انك ما بتعرفش تكذب لا ملكش مكان هيفرق معانا انك انت ما بتعرفش تحابي او تنافق ملكش مكان برك يمنعك انطرد يبقى ظلم بس ربنا يسوع اتكلم عنه وقال ده شكله برضو ليهم السام قديس بطرس قال ايه ان كان ليكوا ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزونا فيما يفترون عليكم اللي افترى ظلم اللي افترى يفترون يعني من الافتراء اذا بيفتروا علينا ظلم وبنتشتم بس خلي السيرة صالحة ما يحزني احيانا ان بعض ما يقال علينا احيانا بيكون صح ياريت نكون سيرتنا صالحة تماما كلنا ويفتروا زي ما يفتر نقف ابرياء امام الله ونقول له بقى بص انت يعني موضوع عندك انما قديس بطرس كان بيميز بين انه انتو مظلمين بجد ولا مزنبين في حتة يقول لانا تألمكم انشاءت مشيئة الله وانتم صانعون خيرا افضل منه وانتم صانعون شرا يعني غلطان فبتاخد على دماغك ملهاش كرام لكن مظلوم زي المسيح تاخد على دماغك عند ربنا كبير اعوام فنفس الرسالة يقول ان تكون سيرتكم بين الامم حسنة عمال يعلق على السيرة الحلوة اللي لو معاها ظلم تبقى احلى واحلى كي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد يعني بيتهموكم ان انتوا فاعلي شر وانتوا انقياء وابرياء يمجدون الله في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها يعني فعلا لما يشتموا شخص مثالي يطلع ميت واحد يقول لا بقى الا ده بقى فاقى يتلاقي اللي عارفين اعماله الحسنة تلاقي كتير اوي شهده فهنا حصل تمجيد لربنا بشكل غير مباشر لان السيرة زي الشعب البسيط اللي كان شايف طبعا ان المسيح مظلوم وطبعا دي مؤمرات اغلب الشعب البسيط اليهودي كان فاهم كويس اللي بيحصل فاخضعوا لكل ترتيب بشري خلي بالكم الايل اغضعوا لكل ترتيب بشري بالرغم من كده ليه لو ربنا سمح بالظلم نحتمله ولن نقاوم الظلم الا بالصلاة والحب او بالقنوات الشرعية ان وجد وما ظنش موجود لكن احنا ايه سنخضع من اجل الرب ان كان للملك كمان هو فوق الكل وابتدى كم في نفس الرسالة معلش التعبيرات دي مهم عشان احنا ساعات محتاجين نراجع الانجيل قال لنا ايه في المواقف الصعبة دي لان هذا فضل فضل بمعنى فضيلة فضل يعني كريدت يعني حاجة غالية عند ربنا ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متقلما بالظلم لانه اي مجد ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون مفهاش مجد لما تتضرب وانت غلطان بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون هذا فضل عند الله يبقى الفضيلة انك تبقى مظلوم بجد مش مزنب باي درجة لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا يبقى دايما المرجعية بتاعتنا رب نسوع اول ما يحصل موقف نقول ينفع نبقى شبهه ينفع لو احنا كويسين لو احنا صح وبنتظلم كده تركب علينا صورة المسيح فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعه خطواته اذا ملخص الكلام الظلم له اشكال ممكن يبقى تعيير ممكن يبقى زل ممكن تبقى تهم كاذبة ممكن تبقى خسارة مادية ممكن يبقى خسارة وظيفية ممكن تبقى خسارة نفسية نفسية يعني احساس الاقلية المضطهدة ده احساس نفسي على اولادنا مش سهل ممكن تبقى خسارة جسدية ازية باي درجة كل دي اشكال من اشكال الظلم ظلم اما هو اعوزين بقى مفكر فيها دي ظلم كلنا هنتظلم عشان احنا مسحيين طيب رد الفعل بعد الظلم ايه اشكال والوان ظلم فسرخ ظلم فاعتدع الاخرين ظلم فشتم ظلم فبكى ظلم فاعترض ظلم فتزمر ظلم اما هو فصمط كشات ظلم اما هو فتزلل ولم يفتح كشات تساق الى الزبح كنعجة صامطة امام جزيها لم يفتح فان مش سهل ابدا ان واحد مظلوم ويفضل ساكت حتى اقل كتير اوي من اللي حصل مع المسيح ده انا لو اسأت بك الظن عشان تفضل ساكت دي صعبة جدا ده مجرد ان انا بس ايه اسأت الظن بيك ما انا ظلمتك لمجرد سوق ظن انا اللي خدت موقف ولا شهرت بيك ولا حتى سمعتك كلمتين تبقى تبقى مظلوم ومقهور ومش قادر تسكت وعاوز تقول مئة مرة انت ظلمني والموضوع طب ده انا مقولش حاجة لس بالكو بقى اذا كان في موقف وفي وفي فهنا السكوت فعلا مش سهل خلي بالكم السكوت مش سهل وصمت الكنيسة اليومين دول مش سهل اللي عملين يقولوا ما تتكلموا وانتو فاكرين الكلام صعب تتكلم اسهل حاجة ده الصمت اسعب حاجة عشان نسكت على حق اولادنا وعا الظلم ده مش سهل ده احنا مش لا خوف ولا جبن ولا سلبية ولا سهولة لا 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 خالص ده اصعب ما اسهل ان احنا نقول زي ما الناس كلها بتقول انما احنا لنا طريقة فهنا يقول ايه الذي لهذا دعيته من المسيح تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا يبقى المسيح مثالنا في وقت المسيح لما كان يتظلم كان يتكلم بس في وقت بيبقى شايف ان الكلام تضيع وقت فبيسكت فمرة قالوا علي رئيس الشياطين ظلم افتر رد رد بمنطق وغلبهم قال لهم لو انا رئيس الشياطين ولادكم بيطلعوا الشياطين ازاي هما كمان رئيس الشياطين ولو انا رئيس الشياطين مش كاتل مملكة بتاعته خربت طب انت رديت اهو يا رب المرات هرد عشان فيه حد يسمع انما في المحكمة محد ش نوي يسمع هما نويين كده كده على الحكم الاخراني فيبقى لو قال ايه حيتاخد كلامه ضده فاكرين لما نطق مرة في المحكمة يعني مثلا كل ساعتين ثلاثة كان يقول جملة فلما لقوا مساء فيها قال جملة قيافة بقى عمل الفيلم بتاعه شق هدومه قد جدف نمسكها عليه بيقول انا ابن الله يعني ما هو هي كده كده اصلها النتيجة واحدة فلما تتكلم هيلفه الكلام ويرجع عليك طب خلص هنتكلم ليه بدل فيه احكام في الدرج خلاص يبقى خلينا واضحين ان الصمت هنا الصمت الايجابي ده ده فضيلة دي قوة مش ضعف فيقول الذي لم يفعل خطية قبل ما يتكلم عن موقف المسيح اظهر برأته الاول عشان ده مسلين ولووجد في فامه مكر شتم لم يكن يجتمع وضن تألم ولم يكن يهدد المسيح يقدر يهدد مش كده طبعا ده مش يهدد يقدر ينتقم هو في ايده في اي لحظة بل كان يسلم الاية دي بحبها اول يوم من دول يسلم لمن يقضي بعدل قولوها معايا يسلم لمن يقضي بعدل قولو تاني يسلم لمن يقضي بعدل لازم نسلم من غير تسليم ما تقدرش تسكت هتبقى قلبك محروق لكن لو سلمت ان لسه فيه قاضي وهو عادل ولسه ما نطقش بحكمه اسكت ما يهمكش الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده يبقى هو له مأمورية تاني بيعملها خلاص النفوس وده اللي بيحصل دلوقت في مأمورية اخرى بتحصل في خلاص نفوس كثيرة فربنا بيقول كملوا خليكوا شبهي كملوا الرسالة تعلقوا على الصليب انتو خلي ناس كتيرة تخلص لكي نموت عن الخطايا فنحي للبر الذي بجلدته اللي هي حفظتوها في أشهية 53 بحبوره ترجمة هنا جلدته طب نعمل ايه السؤال الاخراني فعلا في المؤتمر كله نعمل ايه وقت الظلم والظلام الظلم والظلام على فكرة متدخلين لان مرة قال لهم لانها ساعتكم وسلطان الظلمة الظلمة مرتبطة بالظلام لانها الحكاية ظلمة يعني الظلم عبارة عن غياب النور غياب الحق ما هو الحق نور فلما الحق يغيب تبقى الدنيا ظلمت وهو ده اللي حاصل احيانا انه الحقيقة تيها وبتتحرق بيتولعوا فيها عشان ايه محد سيعرف يكسفها النور ما يطلعش لكن طبعا احب الناس الظلمة اكثر من النور لكن المسيح هو النور ما حاس هيقدر يضيعه ابدا ولا يلغيه اول رد فعل مظبوط مع الصمت اللي اتفقنا عليه انك تصلي الصمت ده مش واحد بيغلي جواه لا كده ما تقدرش اذا صمت وانت مظلوم لابد الا تكف عن الصلم الحاجة الوحيدة اللي تسندك وانت مظلوم وساكت انك ما تبطلش تصلي وإلا تنفجر وإلا يبقى صمتك خوف وسلبية وهروب وحاجات غلط لكن فاكرين شعار البابا شنودة احنا سكتنا عشان ربنا يتكلم او السماء تتكلم يعني احنا لينا سكة تاني احنا سكتين قدام الناس بس احنا مش سكتين خالص مع ربنا الآية الجميلة بتاعت أشعية يا زاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت كلموه وزنوا عليه ارفعوا دعواكم للسماء ما تبطلوش تصرخوا ألا ينصف الله مختاري الصارخين إليه لين ونهار الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا بس مين بقى هيفضل عنده إيمان ما تجاء ابن الإنسان ألعل يجد الإيمان على الأرض إذن رباني يسوع كان دخل على ظلم فظيع وعارف كمية المؤامرات اللي هتتعمل عليه والتهم البطالة والشهود الكذبة ودي حاجات مرة جدا أضل ليلة صلاة إن أمكن أن تعبر عني هذه الكاس مرة يا رب مرة الظلم مرة صح هتقدر يختلف لكن هشرب الكاس للآخر بدل دي إردتك يا رب لآخر شفت هشرب يا ما كنستنا تظلمت ويا ما أجددنا تظلم ويا ما شهد راحوا في عز شبابهم مظلومين ويا ما أطفال ويا ما كبار ويا ما تقلبت الأحكاء الموازين ويا ما غطوا عن نور كل ده ما يخوفناش لأن في الآخر لازم النور يطلع ولازم الحق يبان ليس مكتوم إلا وازهر ليس خفي إلا ويعلم لدرجة من كتر الظلم ممكن تصرخ المسيح صرخ وهو مظلوم إله إله لماذا تركت أحد معانيها أحد معانيها ليه سبت الظلم إلى هذه الدرجة وده إحساس كل واحد المسيح بيعبر عننا خلي بالكم المسيح عارف كل حاجة وعارف أنه بعد ساعات هتبدل الأمور كلها والنور هيطلع نور الأيامة إنما لازم يحسسنا إنه حاسس بنا وإحنا من الظلم مش عيب أبدا وإنت مظلوم تقول له إله لماذا تركتني ولو تركتني لفترة لحيزة تركتك بمراحم عظيمة أجمعك بفيضان الغضب حجبت واجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك إذن تفضل تصلي طول ما أنت مظلوم وساكت تظلم أسكت صلي ما تنسوش دي لو تظلمت شوف تتكلم ولا لأ غالبا ما فيش لزوم خليك ساكت بس ما تبطلش تصلم تاني حاجة نعملها تشبه بالمسيح اشهد للحق يعني إيه ما تبضلش ساكت طول الوقت لا لا يخلو صمتك من إعلان الحق حتى للأيام للزمان للتاريخ حتى لو محدش سمع بس ايه اشهد للحق لأن بالرغم إن احنا بنقول المسيح كان ساكت لو قريته إنجيل يوحن بالذات لأنه كان حاضر المحكمة ساعة بساعة طلع لنا إن المسيح يتكلم وبيها قلنا اعترف الاعتراف الحسن أمان بي لا تصل بنت بس طبعا الكلام اللي قالوا بالنسبة لست سبع ساعات محكمة لا قليل جدا بس اتكلم ليه عشان تبقى شهادة للتاريخ إنه أعلن الحق بس محدش سمعه وإنه ما قالش أنا مزنب لا طبعا لأنه مش مزنب سأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميز تعليمه أجاب يسوع هنا جاوب أنا كلمت العالم علانيا أنا علمت كل حين في المجمع في الهيكل حيث يجتمع اليهود في الخفاء لما تكلم بشيء لماذا تسألني أنا اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا مسيح دافع هل أنت بتقول أنا قلت ما تسأل الناس اللي سمعت هو أنا خايف من حاجة قلتها هو أنا هنكر أي كلمة أنا قلتها روح اسأل الناس الناس يقولوا لك أنا قلت ايه شوفوا القوة والجرأة لأن ما فيش غلطة ما فيش زنب فطبعا لما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام وهو لما يكون في منطق ما يتردش عليه يبقى العنف رد دايما كده افتكروا القاعدة دي لأنها بتحصل كل يوم لما يكون منطق مالوش رد يبقى الرد عنف لأن ما فيش منطق فبرضو رد المسيح بس بمنطق قال له بيقول هكذا تجاوب رئيس الكهنة أجاب يسوع إن كنت قد تكلمت رديا اشهد على الردي يعني لو فيه غلطة في الكلام قول انت ليه مش بتكلمني باللغة اللي بنتكلم بها ليه هتتدخل في العنف وإن حسنا لو أنا كلامي مظبوط فلماذا تضربني يا رب دول متوحسين دول مش بني قدمين ده انت بتكلم مع ناس كأن هما بيستقبلوا كلام معلش عشان يفضل المسيح المثالي اللي بيقول الحق وبيقول أنا بتضرب دلوقتي ظلم لأنه ما فيش إجابة على كلامي لأن أنا بقول الصح بترد علي غلط في نفس الليلة ده الكلام ده كان قدام رئيس الكهنة في محكمة تاني في نفس الليلة قدام بيلاطوس فأجابوا بيلاطوس قال لعلي أنا يهودي بيلاطوس ده كان عصبي شويتين لأنه ضعيف الشخصية أمتك ورؤساء الكهنة سلموك إلي ماذا فعلت هو عاوز بقى يزنقه حركات بقى إيه وكلاء النيابة سعاد عشان قال يتزنق في يقر أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العام لكانت مملكتي من العالم لكان خدام يجاهدون كي يلاقوا سلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي من هنا قال له أنت إذن ملك دي حركة عشان يثبت عليه التهمة على فكرة فقال له أنت تقول أني ملك دي بقى يعني في اللغة المحامين زكاء عالي جدا بس طبعا ده المسيح يعني لو قال أنا ملك تتحس بتهمة لما قال له أنت تقول أني ملك يعني أنت اللي بتقول أنت اللي بتقول ما تتمسك ش عليه فهمت الفكرة بس هو طبعا ملك لأنه لسه بيقول مملكتي لهذا قد ولت أنا ما ولد عشان كتر ولهذا قد قتيت لأشهد للحق اللي من الحق هي سمعني فقال له بيلاطس هو فين الحق هو الدنيا دي في حق وما استناش يسمع الإجابة لأن الإجابة أنا هو الحق أنت مش رادي تسمع ولا تشوف حتى إنما بيلاطس طلع وقال لهم مش لاقي ولا غلطة ما بيغلاط ما فيش ولا غلطة تتمسك عليه لا في الكلام ولا في التصالف إذن بيلاطس اعترف أمام التاريخ أن المسيح لا فيهوش غلطة خلي بالكم جملة دي مهمة ليه لأنه دي اعترف بس متسجل في المحضر لكن لم يعلن اللي أعلن أنه هو مزنب وحكوم عليه لكن في المدولات فيش ولا غلط نص ثالث بيورينا المحكمة لما سمع بيلاطس ازداد خوفا فدخل دار الولاية وقال يسوع من أين أنت فيسوع ما مردش عليه لأنه قال له قبل كده قال له لي سلطانا أن أصلبك ولي سلطانا أن أطلقك أجاب يسوع لا 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 استنى لم يكن لك علي السلطان البد هنا تكلم ثالث مر يبقى المسيح كان بيكلم أحيانا لو لم تكن قد أعطيته من فوق يعني إيه أنت فاكر أنك هتقدر تعمل أي حاجة لو هتعمل أي حاجة لازم يكون لك طلع لك تصريح من السماء الأول والتصريح ده أنا اللي بطلعه وعاوز يقوله كده أنا اللي بصرح لك تعمل أي حاجة بس أنت مش فاهم حاجة لذلك الذي يسلمني إليك خطيته أعظم آخر حاجة بجد يحذره من كم حاجة كده لأ المسيح ما قالش أنا مظلوم المظلوم ما يصرخش في ضعف ويقول أنا مظلوم قدام ربنا بس لكن قدام الناس لا خليك أقوى من كل شيء ولو كنت مظلوم قلها في الصلاة بس لا تقول أني مظلوم لمن لا يسمعك قل أنا مظلوم يا رب بس هيسمعك أول سمتم المعنى ده إحنا لما منلاقي البشر كله في الظلمة هنصرخ نقول مظلومين قدام ناس بيستعذب الظلم طب إحنا بنضيع وقت دا ينبس دكتر لا ما تقول أنا مظلوم قلها بس الربان لا تنتظر تدخلا بشريا ينصفك ملعون ما نتكل على زراع بشر للأسف ساعات بنحتمي في بشر وبنظن أن هيطلع لنا الحق من يد إنسان و كأننا بنعطل التدخل الإلهي لأ دنيا بقت واضحة مفيش بشر هيعرف ينصف لا تتعجل العدل والمجازا والحق هيجي هيجي لكن ما تستعجلوش لأن ربنا له خطط أخرى له أهداف جانبية أهم من اللي بيحصل حتى لو تعبان ومظلوم بس في مكاسب روحية أغلى جدا من ساعات الصليب المر يعني إيه هي الساعات الصعبة دي هدف هالحاجات اللي محد شايف خلاص العالم كل لا تفقد رجائك لأن الخلاص يحتاج لصليب أوعى تتهز وتقول ما فيش فايد لا ده هي الفايدة شغالة ومشي والمكاسب بتزيد فلا تفقد رجائك أبدا لأن الخلاص لازم له صليب عشان كنيستنا دي ترفع راسها لازم تعدي على الحاجات لا تتزمر لا تدين لا تغضب أعطي مكانا للغضب أعطي مكانا للغضب دي معناها جميل يعني فسح انت كده خلي ربنا يغضب و وسع على نفسك في الغضب يعني فش غضبك بس في الصلاة الغضب طاقة انفجار داخلي لو طلع في عنف تبقى ما بقتش مسيح طلعوا في صلاة طلعوا في خدمة طلعوا في حب لأنه كده اديت مكان لطاقة الغضب عشان لو تحوش هتكره لو خزنت الغضب هتكره الناس تبقى انت ضعت كمان اعطي مكانا يعني نفس عن غضبك بس نفس بالطريقة بتاعت المسيح اللي هي اساسها الصلاة والحب لو نفست عن الغضب لو ساعة يقضب فيها لإلهنا كل ما جزو كرام والأبدا